اصار السموحة بعد ولا لسه موجود في المنافسة كله شبع بعض كله شبع بعض كله شبع بعض اه بس انا اللي شايفه اللي بيتسحب كده ومحدش ده اللي بيه بيرمدز صح اه يعني يفاهم بيتسحبه وفي ميزة كريم في بيرمدز البرمدز الاول كان بلعب كرة ودهات الهجمة ونبدأ والشكل والكنترول بيرمدز الوقت هو عارفه وعايز ايه عايز التلاتة بنته السلام عليكم ايه والسلام اللي هو مثل ايه يقولك دايما ايه ميزة الفريق كبير ايه انه انت حتى لوحش على اقلها هتطلع تطلع بالترول بالضغط هم بقى دي هولو عندهم ميزة الفترة يعني خلي بالك كل السنين اللي فاتت كان يقولك بيرمدز بيرمدز لا انا خلي بالك انا بقى لي 3 اسابيع 4 اسابيع رغم اللي مفيش جمالية في الاداء بيرمدز مفيش جمالية في الاداء صح لكن هم بينزلوا يبقوا مغلوبين يعرفوا ياخدوا تاتا بنت السلام عليكم فقعدين يتسحبوا يجمعوا وكذا فانا انا في اعتقادي الدوري كله شبه بعض الفرق كلها شبه بعض لكن انا شايف اللي بيرمدز كده بيتسحب وخلي بالك نتيجة نهاء الكنفدرالية ونتيجة نهاء الدوري الابطال هتفرق مع الزمالك والاهلي ايوه اللي لقدر الله اي نتيجة سلبية انا بقولك الموضوع هيبقى ليه حاجات سلبية بعد كده لكن انت لو كسبت لو الفرقتين كسبوا البطولتين هتلاقي الدوري حيولع في اما باقي يبدأوا يرجعوا العبور اهلي وزمالك بالضبط يعني شايف ان الزمالك لسه ما بعيدش لا لسه ما بعيدش انت خلي بالك انت في نتايك في الدوري لحد الوقت ممكن ما تصدقاش يعني انت تصدق امبي فرقة هيلة بس انت تصدق لو ممكن يكسبه البنك خمسة واحد لا ما انا بقولك لو اتفرقت على الماتش والبنك يكسب الآلي والبنك يكسب الزمالك والبنك يكسب الزمالك برمز كسبه بالعافية فعلا في رقة امبي انت فهم قزيب المصري فكله يا كريم خلي بالك كله شبه بها ايه رأيك في الناس